السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ السنة الثانية إعدادي مرحبا بكم سنتطرق اليوم لدرس جديد تحت عنوان التشوهات التكتونية لديفورماسيون تكتونيك الصورة التالية توضح أن الطبقات السخرية الرصوبية تكون أفقية لكن هذه الطبقات الرصوبية تتعرض لمجموعة من التشوهات بسبب القوى التكتونية فهذه الصورة التي تلاحظونها تبين أحد أنواع التشوهات التكتونية فهذه الطبقات الرصوبية قد تعرضت للكسر وهذا النوع من التشوهات يسمى بالتشوهات التكتونية الإنكسارية الصورة الموالية الصورة الموالية تبين طبقات سخرية قد تعرضت للطي قد تعرضت للطي لأنها مرنة لذلك تسمى بالتشوهات التكتونية المرنة الطيات وسننتقل الآن لملاحظة خريطة التوزيع العالمي للتشوهات التكتونية حيث نلاحظ أن معظم التشوهات التكتونية نجدها في مناطق تباعد الصفائح أي الدروات المحيطية أو في مناطق تقارب صفائح مناطق طمر أو السلاسل الجبنة إذن ملاحظات تتوزع أهم التشوهات على حدود صفائح الغلاف السخري أي في مناطق التباعد الدروات المحيطية وفي مناطق التقارب مناطق الطمر ونميز بين نوعين من التشوهات تشوهات تكتونية مرنة وتشوهات تكتونية منكسارية تساؤلات ما هي الخاصيات الهندسية للتشوهات التكتونية وكيف تتشكل هذه التشوهات إذن المحور الأول سنتحدث فيه عن التشوهات التكتونية الانكسارية والتي تسمى بالفوالق لفال تتعرض الصخور الصلبة والأكثر مقاومة للقوى التكتونية إلى تشوهات على شكل فوالق خصائص التشوهات هذه التشوهات إذن ما هو الفالق؟ انتلاقا من هذه الصورة سنتعرف على تعريف للفالق حيث نلاحظ أن هذه الطبقات الصخرية قد تعرضت للكسر إذن فالفالق هو كسر في الطبقات الصخرية الصلبة يجب أن تكون الطبقة الصخرية صلبة كي تتعرض للكسر كذلك هذا الكسر يصاحبه تحرك نسبي للكتل المكسورة كما توضح لنا هذه الصورة فهناك تحرك نسبي لهتين الكتلتين الصخريتين إذن الفالق هو كسر في الطبقات الصخرية الصلبة مصحوب بتحرك نسبي للكتلتين المكسورتين إذن سنمر الآن إلى التعرف على عناصر الفالق من خلال الوثيقة الثالية وهي رسم تخطيطي يظهر مختلف عناصر الفالق فالفالق يتكون من كتلة مرفوعة وكتلة مخفوضة كذلك من مرآة الفالق ثم سنمر إلى سطح الفالق طرح الفالق وأخيرا طرح الأفقي للفالق إذن فطرح الفالق ينقسم لطرح عمودي وطرح أفقي فالطرح العمودي نعني به التحرك النسبي للكتلتين عموديا والطرح الأفقي هو التحرك النسبي للكتلتين أفقيا والآن سنتعرف على بعض أنواع الفوالق إذن الوثيقة تميت بعض أنواع الفوالق الفالق العادي وهو فالق يكون سطحه مائل مع تحرك مائل للكتلتين حيث تتباعدان فالق معكوس وسطح الفالق كذلك يكون مائلا لكن هنا نلاحظ تقاربا للكتلتين المكسورتين إذن حيث تكاد إحداهما تغطي الأخرى أخيرا الإنقلاع وهو فالق يكون سطحه مائل لكن إتجاه التنقل يكون أفقيا ليس كالفالقين الأولين إذن اعتمدنا في هذا التصنيف على ميلان سطح الفالق وإتجاه حركة الكتلتين الناتجتين عن الكسر سنمر الآن إلى التعرف على السبب أو طبيعة الحركات التي تحدث لنا هذا الفوالق المناولة التالية توضح لنا أن الفوالق المعكوسة تحدث نتيجة للحركة التقارب أو القوى الإنضغاطية بينما الفوالق العادية كما تلاحظون فهي تنتج فهي تحدث نتيجة للحركة التباعد أو القوى التمددية إذن نستنتج أن الفوالق تحدث على مستوى الصخور الصلبة تحت تأثير قوى باطنية ناتجة عن حركة التطاحات الصفائح على مستوى الدروات المحيطية حيث تتباعد الصفائح تتعرض الطبقات الصخرية الصلبة لقوى تمددية ينتج عنها فوالق عادية وعلى مستوى مناطق الضمر حيث الصفائح تتقارب تتعرض الطبقات الصخرية الصلبة لقوى ضغاطية تسبب فوالق معكوسة وانقلاعات والآن سنمر إلى المحور الثاني أو الفصل الثاني الذي يتحدث عن الطيات سنتعرف كذلك على خصائص الطيات عناصرها وأنواعها إذن انطلاقا من الوثائق التالية اعطي تعريفا مناسبا للطي ماذا نعني بالطي أو ما معنى الطي الطي هي مجموعة من الطبقات الصخرية المرنة يجب أن تكون الطبقات مرنة كي تتعرض للطي هناك شكلان من الطيات كما يوضح المنظر الجيولوجي بمنطقة الريش والمنظر الجيولوجي بمنطقة ايميلشيل إذن سوف نعتمد على عمر الطبقات وكذلك اتجاه تقوص الطي إذن في هذه الوثيقة ملاحظ أن التقوص متجه إلى الأسفل وأن هذه الطبقة التي توجد في قلب الطي هي أحدث طبقة حيث أن الطبقة ا الموجودة في قلب الطي أحدث من الطبقتين بي والسي إذن بما أنها إذن فهي تسمى الطي المقعرة المنظر الجيولوجي بمنطقة ايميلشيل الطي التي توجد في قلب الطي هي أقدم طبقة حيث أن السي أقدم من بيبريم وأبريم والتقوص متجه نحو الأعلى لذلك نسميها بطية محذبة إذن الطية هي عبارة عن تشوه تكتوني يصيب الطبقات الصخرية الرصوبية المرنة تطوى خلالها الصخور لتأخذ أشكالا مقعرة أو محذبة الطية المقعرة هي طية ذات تقوص متجه نحو الأسفل ويوجد في قلبها أحدث الطبقات والطية المحدبة هي طية ذات تقوص متجه نحو الأعلى ويوجد في قلبها أقدم الطبقات الآن سنتعرف على عناصر الفالق عفوا عناصر الطية تتميز كل من الطية المقعرة والطية المحدبة بنفس العناصر الممثلة في هذه الوثيقة أو في الوثيقة صفحة 57 من ضفط الوتائق إذن سنتمي الرسم التخطيطي بكتابة الرقم الاسم المناسب أمام كل رقم إذن رسم تخطيطي يظهر مختلف عناصر الطية إذن الطية تتكون أو عناصر الطية هي المساحة المحورية ثم جانب الطية مفصلة الطية المحدبة ومفصلة الطية المقعرة كذلك محور الطية ثم مفصلة الطية المقعرة إذن هذه العناصر الأساسية التي تتكون منها كل من الطية المقعرة والطية المحدبة سنتعرف الآن على أنواع الطيات إذن بعض أشكال الطيات الطية الأولى وهي الطية المستقيمية تسمى بالمستقيمية لأن مساحتها المحورية عمودية وكذلك جانبها متماثلان كما نلاحظ المساحة المحورية عمودية وجانبان متماثلان الطية الموالية هي الطية المنحرفة حيث أن مساحتها المحورية تكون مائلة وميلان جانبيها متعارض حيث كما نلاحظ في الصورة الثالث ثم نمر إلى الطية الركبية تسمى الركبية لأن جانبها أحدهما يكون مائلا والآخر عمودية كما أن مساحتها المحورية مائلة بالنسبة للطية الأخيرة وهي الطية الراقدة لأن لها مساحة محورية شبه مائلة كما أن جانبيها أحدهما عادي والآخر يكون معكوسا إذن هذه هي العناصر الأساسية هذه هي الأشكال الأساسية للطيات وقد اعتمدنا في هذا التوزيع على شكل ميلان المساحة المحورية وجانبي الطية إذن نستنتج أن تصنيف الطيات يتم حسب ميلان المساحة المحورية وميلان جانبي الطية إذن بما أن الطيات تتوزع في مناطق تقارب إذن تحدث الطيات في الصخور أرمارينة والأقل مقاومة تحت تأثير القوى الانضغاطية ناتجة عن حرقة تقارب الصفائح على مستوى مناطق الطمر إذن الطيات تحدث نتيجة للقوى الانضغاطية في مناطق الطمر أو في مناطق التقارب وأخيرا خلاصة تعتبر التشوهات التكتونية أي الطيات والفوالق من الدلائل على تكتونية وحركات الصفائح إذن نجد في مناطق الطمر المتميزة بقوى انضغاطية ناتجة عن تقارب الصفائح الطيات والفوالق المعكوسة بينما في مناطق الاتساع كالدروات المحيطية مثلا التي تتميز بقوى تمددية نجد الفوالق العادية شكرا على تتبعكم ونلتقي في درس جديد إن شاء الله